اشتركوا في القناة سنوات من العمل والإنجاز في مجال الأعمال والصناعة بنجاح تجاوز الحدود لأفاق أبعد رؤيته للمستقبل جعلت رهانه على الشباب مؤمنا بدورهم في رسم المستقبل عبر دعم المشاريع الناشئة وبث الأمل في النفوس للأسر الأكثر احتياجاً لم يغفل أبو هشيمة مسئوليته مؤكداً أن النجاح الحقيقي يدمن في خدمة المجتمع معكبراً الاستثمار في الإنسان أساساً لتقدم المجتمع نال تقديراً واسعاً لجهوده محلياً وعالمياً من خلال جوائز وتكريمات عديدة قصة أحمد أبو هشيمة دعوة للشباب للإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق أحلامهم صباح الخير على حضراتكم سعيدة جداً بوجودي معيكم النهاردة ووجودي مع حضراتكم ووجودي مع العدد الوفير ده من الشباب فاقتكم وصله للحد هنا هدفنا النهاردة أن نحن نحاول الطاقة دي لنجاح صخورة جداً باختياري من مكتبة السجرية أن يقوم بمناقشة الجلسة الحوارية النهاردة مع أحد أهم رموز رواد الأعمال في مصر وفي الوطن العربي كيادة النائب أحمد كيمة رجل حقق حلم تكوّل الحلم الواقع خلونا نرحب به النهاردة زيمة حبي صباح الخير رجل الأعمال وسيادة النائب أحمد أبو هشيمة أنا متأكدة أن كل الشباب اللي موجودين معنا النهاردة متحمسين جداً يعرفوا ايه القصة الخطوات ابتدت ازاي يمكن كلنا شفنا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في عدد كتير من الأنتربيوز وهو كان بيتكلم على أنه ابتدى براس مال صفر ابتدى بخطوات ثابتة وكان واثق من نفسه لحد ما وصل لللي احنا بنتكلم عليه النهاردة أكيد المشوار ده والتاريخ ده عديد بأزمات وتحديات أعتقد أنها تبقى ملهمة للناس اللي قاعدة معنا النهاردة فخلينا كده مبدئياً نبتدي بالتحديات اللي وجهتك في مشوارك بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أنا عايز أرحب بكم جميعاً وأنا مخصوص جداً جداً أن أنا موجود معكم النهاردة شكراً دكتور أحمد شكراً دكتورة مروة كل التحية لمعالي السفيرة كل التحية لكم كلكم وأنا طبعاً عايز أبدأ حديثي وأنا قاعد بشوف الدكتور أحمد والدكتورة مروة ومعالي السفيرة بيتكلموا في تقارت حاجة مهمة قصة صغيرة كده مع احترامي طبعاً كلية الشرطة دي حاجة عظيمة جداً وكان قال لي أحمد أنت لازم تخش كلية الشرطة إحنا ما عندناش بيزنس ما عندناش حاجة الوظيفة المضمونة هي أن أنت تدخل والدك زابي الشرطة فتدخل وتبقى زابط فأنا قعدت طول الليل ده الليلة دي بزدات ما نمتش لأن كان تاني يوم ممكن أروح اختبارات كلية الشرطة أو بعد يوم بأسبوع حاجة كده وصراحة أنا كنت شاطر في السنوية العامة كنت شاطر بمعنى كلمة إن أنا بدرس عشان أتفوق بس ما بستفدش صراحة من المناجد اللي قدت بخطب الكلام ده بكلومكو سنة 92 نصلاً المهم عشان ما تقولش عليكم أنا أول مرة أرفض طلب كبير ده زي ده الوالدي وكررت أن أنا أهرب من البيت أسبوع هربت من أبويا عشان أنا مش شايف نفسي أن أنا ممكن أكون زابط شاطر زيه أو أكون زابط في كلية الشرطة زيه رغم أنه أبويا وقضوتي وكل حاجة فالدكتور أحمد هو بيتكلم بيقول أنتو لازم يبقى عندكم كل واحد ما يتأسطرش باللي حواليه ممكن يسمع نصايح آه بس إيه انتمائه وإيه ميوله إيه أهدافه أنت وإنت صغير وفي سن أنت في 16-17 سنة أنت بتكون شخصيتك ومستقبلك فأرجو أن كل واحد فيه أنه هو يركز يبص على نفسه الأول أنا حابب إيه؟ أنا عايز إيه؟ أنا ممكن في الكلية دي أبقى إيه؟ مش هي ولا هي بالوراثة ولا هي بإن أنا أسمع كلام ناس عشان أقدر أحدد مستقبلي الحاجة التانية والأهم معالي الوزيرة كانت بتقول على التعليم الفني نحن هنتكلم طبعا في كل موضوع التعليم بالكامل ولكن التعليم الفني ده حاجة بل بالعكس أنا بشوفها مقارنة بالتعليم العادي في واحد في مجال الصناعة زي بشوف أن المتدرب ومتعلم فنيا أفياد لي من خريج كلية إكس وصاد وعين فدي حاجات أنا بس و أنا كده كنت بفتكرها وأقول لك التحديات ما فيش حاجة في الحياة سهلة كل يوم تحدي كل يوم نحن بنواجه مشاكل ولازم كل شاب وكل شابة يفكر أن ما فيش أي حد أو أي حاجة في الحياة دلوقتي بالذات بقت سهلة رغم سهولة الحياة المختلفة من من زمان إحنا مثلا زمان ما كانش عندنا الانترنت بالطريقة دي ما كانش عندنا سوشيال ميديا ما كانش عندنا ما كانش عندنا أنا برجع ما عليش حساتكم زي ما علي الوزير أقول لكم أنتو جيل جيل محظوظ جدا جيل لو كل واحد فيكم ماستفدش بالإمكانيات اللي موجودة في العالم دلوقتي تبقى غلطته مش غلطة الدولة ولا غلطة الأسرة ولا غلطة نفسك أنتو جيل محظوظ إن شاء الله وتبقوا محظوظين أكتر وإحنا فرحانين أنا النهاردة لما بشوف ناس في عصر الزكاء الاصطناعي لسه بيحددوا قليتهم فأنا بقول إن انتو إن شاء الله انتو مستقبل مصر ودي مش كلمة بتتقل كده عشان إحنا عاديين بقى بنتكلم لا إنتو مستقبل مصر الحقيقي فأنا بأكد على كلام معادي الوزيرة أن تجيل محظوظ ومع الحديث ستفهموا ليه يعني بما إن المؤتمر النهاردة اختار كليتك وإحنا بنتكلم دلوقتي عن التحديات في فجوة كبيرة بين الدراسة واحتياجات سوء العمل دلوقتي وأنا عارفة إن حضرتك مهتم جدا بالقصة الإي آي فطلاب الموجودين النهاردة محتاجين يعرفوا إزاي يتعاملوا مع الفجوة دي طبعا هي في فجوة كبيرة ما بين سوء العمل والتعليم عامة وأنا كنت يمكن من سنتين أو تلاتة بقول إن إحنا لازم كل تلات سنين نحدث المناهج أنا دلوقتي مع تقدم التكنولوجي الرهيب اللي إحنا السريع جدا لعمال بيحصل في آخر تلات سنين وظهور الارتفيشال انتليجنس بالهذا الكم وكل يوم فيه جديد بقول إن المناهج عندنا لازم تتحدث كل سنة فالتحديث ده تحديث المناهج هو مزدن بالطالب إنه ده ده دولة إن إحنا لازم وزارة التربية والتعليم تبقى مشيات بوطيرة سريعة جدا مع التغيرات اللي بتحصل برضه فأنا بقول إن تحديث المناهج ده حاجة مهمة جدا جدا دلوقتي بقى عندنا كليات تكنولوجيا ودي ما كانتش موجودة يمكن عندنا أكتر من عشرين كلية في خلال سنتين تلاتة طيب أنا أنا بقول فيه سبعمائة ألف طالب بيتخرجوا كل سنة مستعمال عنها السبعمائة ألف طالب دول ما عندهمش اختيارات في اللي أنا بقوله الاختيارات إن كل السبعمائة لازم يبقى مستخدمين للذكاء الاصطناعي فيه فرق ما بين واحد بيتور وهنا في مصر فيه حوالي خمستاشر أو سبعتاشر كلية متخصصة في الزكاء الاصطناعي اللي بيتور ده هو الراجل اللي بيشتغل زي مطور بيعمل تشات جي بي تي وبيعمل الخوارزمات وحاجات فيري تيكنيكال إنما كلنا بلا استثناء بالذات انتو السبعمائة ألف اللي اتخرجوا السنة دي في السنوات العامة لازم كلكم تبقوا مستخدمين بتعرفوا التولز بتاعت الاي اي بتعرفوا واحد عايز يبقى محامي مش هيبقى محامي عامي عادي دكتور مش هيبقى دكتور عادي لازم يبقى دكتور مميز لأن الزكاء الاصطناعي واللي احنا ماشيين فيه دلوقتي والعالم كله ماشي فيه سابق بمئة سنة قدام فأنت هتستفيد كلكم لازم تدرسوا كرصات أونلاين فيه بفلوس وفيه من غير فلوس وحتى اللي بفلوس مش فلوس كبيرة قوي بس أول حاجة بقولها لكم لازم كلكم تبقوا مستخدمين قبل ما تختار كليتك لازم تبقى بتعرف يعني ايه تستخدم اختارت كلية فنون جميلة شوف بقى الفنون جميلة دلوقتي ممكن الارتفيشال انتليجنس ممكن يعمل لك ايه اختارت كلية ان انت نفسك تبقى محامي النهاردة في مهن كتير جدا تروح ولكن المهن اللي جاية هتبقى أكتر بس لازم احنا كشباب نبقى مستعدين كدولة الاول وكشباب نبقى مستعدين فلما تيجي تقولي دي النهاردة حرك كل الطلاب اللي موجودين هنا كلكم بلا استثناء لازم تعرفوا تستخدموا الاي اي نختارك كلية نختارك كلية انا عن نفسي لو انا بنصح ابني مثلا ان انا بدخل النهاردة اقول له والله لو انت يعني فز شوية خليك في تطبيقات الزكاء الاصطناعي وبرمجة الكمبيوتر وتحليل البيانات لو هو مش كده اقول له لازم زي ما انا بقول كده تدرس اي كلية عايز تدخل عايز تدخل كلية التجارة انا دخلت كلية التجارة كان الملك صراحة جماعة ما قعدت اربع سنين ما استفدتش حاجة استفدت وانا بتمرم في بنك في الجامعة اكتر مية مرة من كلية دلوقتي الدنيا تغيرت بس برضو الدنيا بتتغير بطريقة سريعة جدا في العالم فاحنا لازم نكون مواكبين العالم جدا في ان انت كشاب تعرف ان في حاجات ما بقيتش اختيارية اللي انا بقولولك ده دلوقتي مش اختياري كل واحد النهاردة يخلص الكورس ده يشوق اليومين بتوختار قليتك لازم يشوف يتعلم التولز بتاعت الاي اي حتى لو التولز البدائية هتاخد عليه انا عندي مثلا المانيجمنتين التوب منيجمنت اكبرتهم وانا اول واحد ان احنا بنقعد ناخد كورسات اي اي في سني وفي خبرتي وفي حياتي العملية بحس ان انا لازم اتعلم كل يوم فالحاجة دي ما بقيتش اختيارية يا حيك شايف ان القصة الكورسس دي مهمة جدا جم المناهج الدراسية والجامعات لان احنا زي ما بنقول الناس بتتخرج من الجامعة يعني على ارض الواقع الموضوع مختلف تماما اللي محتاجه في سوق العمل مختلف تماما عن اللي هو درسه فلازم طول الوقت يبقى بيطور من نفسه صح طيب هنروح بقى للسوشال ميديا بما اننا منتكلم عن التكنولوجيا دلوقتي السوشال ميديا بقت خلاص مجال مفتوح وناس كتيرة واعمال كتيرة وبزنس كبير قائم على السوشال ميديا ازاي الشباب يستخدموا السوشال ميديا صح في القصة دي بما ان الناس اللحزوا حدين يعني برضو مثل بسيط عشان نبسطها عليكم انا مثلا لما شغلت كنت في الحديد كنت تاجر بسيط يعني تاجر بمعنى كلمة ان انا حتى مش فاميلي بيزنس فانا عشان اوصل لتجار الحديد كنت عندي عربية صغيرة كده بلف بيها الجمهورية كلها واقف في الطرق وابت في الطرق دي حقيقة والله مش قصة ملهبة يعني دي حقيقة فانا بقول لكم النهاردة انت لو عندك منتج عندك فكرة عندك تسويق عندك منصات زي فيسبوك تويتر انستجرام كل الحاجات دي بتقدر تسهل عليك والله انا غلطة انا صح؟ طيب السوشيال ميديا دي لازم تاخدها ان هي بيزنس مش تاخدها ان انت النهاردة ازاي توصل للعالم ازاي تقدر زي ما انا بقول لكم فيه مثلا التعليم المستمر ده انا بقول للنفسي لازم كل واحد فيكم كله منتعلم انت النهاردة لو فتحت الانترنت اي وقت تفتح عايز تتعلم اي حاجة تتعلمها اي معلومة عايزة هتلاقيها ودي كانت ميزة ما كانتش عندنا ما كانش موجود الكلام ده فانت لازم تعلم نفسك انا بقول للاي شاب فيكم وقت يعني كل ما يبقى عندك وقت حاول ان انت تفتح اي كورسة اونلاين الكورس اللي هو مجاني هتلاقيه هتتعلم فده طبعا مميزات كبيرة جدا للسوشيال ميديا ولكن برضو بعض الشباب وانا بشوفهم بيحصل لهم بعض الادمان على السوشيال ميديا وده الخطر السوشيال ميديا لو لها فوائد كبيرة جدا ولها مساوئ كبيرة جدا برضو ومن اهم المساوئ ان انت تبقى مشتت انا بشوف احمد عايزة بقى احمد انا بشوف محمد عايزة بقى محمد ده التشتت ده السوشيال ميديا لازم تتجنبه منه وان انت توقع كتير اوي على السوشيال ميديا في حاجات ما تفدكش اه اوكي لو عندك شوية حاجات اي يعني حاجات فان اوكي انما السوشيال ميديا لو 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 استخدمتها صح هتفيدك جدا جدا في حياتك العملية وحتى حياتك عامة يعني اي معلومات عن الصحة اي معلومات عن الرياضة اي معلومات في كل حاجة هتخدها من السوشيال ميديا صحيح طيب رجل الاعمال احمد ابو هشيمة ليه تفاصيل كده يمكن شوفنا في كذا انتريبيو بنتكلم عن الصحيان بدري ان الرزق بيتوزع بدري الاهتمام بالرياضة الاهتمام بالصحة يمكن دي تكون تفاصيل بسيطة لبعض الناس ولكن احنا مؤمنين ان التفاصيل البسيطة بداية النجاح فعايزين نتكلم على التفاصيل اللي تفيد للشباب اللي قاعديني النهاردة انتو دلواتي في سن 16-17 سنة والسن ده زي ما انا بقولوكوا بتكونوا شخصيتكم اهم نعمة ربنا اديه لنا كلنا كبل قدمين هي الصحة اهم نعمة ركز كده من غير صحة ما تقدرش تعمل اي حاجة من غير صحة ولا تقدر تذاكر ولا تقدر تشتغل ولا تقدر تنتج ولا تقدر تعمل اي حاجة فانت عندك كنز ربنا ما ادهولك اسمه الصحة والصحة دي جزء منها ان انت لازم تبقى منضبط يعني فعلا انا فيه كانت نظرية زمان وانا ادهولكوا كده واحد قلالي قال لي التلت تمانيات تمن ساعات شغل تمن ساعات نوم تمن ساعات بقى حياة كتماعية انا ما عملتش كده لاني بشتغل اختر من كده بكتير وبنام قليل بس بصح الصبح اتعودت بقى لي حوالي خمستاشر عشرين سنة بالعب رياضة ومش معنى ألعب رياضة ان انا عندي جيم ببيتي ما انا ما كانش عندي جيم ببيتي بس بلعب رياضة علشان اقدر ابتدي يومي ان انا منضبط في ان انا خلي بالكوا يا جماعة النجاح روتين ممل يعني اي واحد عايز ينجح هو روتين ممل ما ما تزهقش منه فانت النهاردة انا بقول بصح الصبح وبالعب رياضة وكنت اول ما ابتديت حياتي مش عارف ايه اللي خلاني يعني اعمل كده لغد دلوقتي بقول انا ليه ضريت جسمي خمس سنين شربت سجاير وانا ادمال عليهم لغد دلوقتي شربت سجاير يعني عمري باش شوف حاجة ولا هي سجاير لما اشتغلت فلاقيت نفسي ان انا انا بعد خمس سنين مش شغل حققت بعض النجاحات عملت فلوس لقيت نفسي باكل غلط بشرب سجاير قلت يا ايه هي مفيش متعة مفيش متعة للنجاح لان صحتي انا حاسس حتى لو انا مش حاسس ان انا تعبان بس نفسيا حاسس ان انا بعمل حاجتين غلط فلو سمحتم رجاء انتو صحتكم دي هي كنزكم فانضباط في الصحة يعني انضباط في الرياضة يعني انضباط في الوقت يعني انضباط في ان انت نعمة ربنا بديها لك بتحافظ عليها فان كنت بنتكلم عن الكلية الاهم من الكلية انت انسانك كتكوينك وصحتك سواء الصحة البدنية او الصحة النفسية دول مهمين جدا ليك كشاب بتبتدي حياتك طيب يمكن ناس كتيرة من اللي قاعدين النهاردة لسه مش عارفين هيخش كلية ايه لسه ما عندهمش اهداف واضحة وصريحة لسه الطريق مبهم قدامهم زي ما بيقولوا ازاي يقدر الشخص يحقق اهدافه او حالاقل على الاقل يرسمها يبقى عارف ان ده الهدف اللي انا همشيله الطريق يعني لازم يبقى فيه رؤية واضحة لكل شاب فيكم يعني ايه رؤية واضحة يعني انت شايف العالم دلوقتي وشايف بلدك وشايف سوق بلدك وشايف ان مثلا كلية تجارة اللي انا اتخرجت منها فيها عشرات الالاف بيخرجوا هل بيلاقوا شغل اشوك اشوك في الزمن الجديد ده طب انا دخلت كلية تجارة خلاص اوكي مش قصدي انا بضرب مثل قررت ان انا بقى محاسب هل في ظل كل التطبيقات اللي موجودة دلوقتي هل محاسب عادي ده هيشتغل لا يا جماعة في يعني ايه الرؤية الواضحة يعني انا دلوقتي عندي كل حاجة مفتوحة وشايف انت النهاردة كراجل كشاب لست عايز تختار كلية لازم تشوف كل المحيط حواليك عامل ايه طيب الدولة بتعمل الدولة بتعمل كتير جدا على فكر بتعمل كتير وبتساعد كتير جدا بالذات زي مع معادي استفيرة قالت انت النهاردة بقيت شاب ممكن تبقى متفوق او مميز بتقف قدام الرئيس الجمهورية بتتكلم الكلام ده مع عمرو ما كان بيحصل قبل كده فانت النهاردة عشان اختار كلية انا مش اقدر اقول رأيي في كليات ولكن لازم تفكر تبص المستقبلك شوية لازم تبقى مميز احنا عايزين جيل كل مميز يعني كل انتو ما زالت بقول كل سبعمائة الف بيتخرجوا من السنوات العامة ده كنز يا كنز للدولة قبل ما يكون ليكم يا الدولة تستفيد منه وانتو تستفيدوا يا بيبقى مشكلة مشكلة في سوق العمل ومشكلة في البطالة ومشكلة وعبء على الدولة وعبء على نفسك فالموضوع بمنتهى البساطة حدد رؤية واضحة شوف كل الظروف حواليك قرروا على اساسها حتى لو دخلت اي كلية لازم تبقى مميز لازم يبقى عندك تولز في اديك لازم خلاص المكانة بقت سريع جدا 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 اسرع مننا لازم تبقى تفهم في المكانة المكانة دي يعني حاجة زي الذكاء الاصطناعي اي حاجة انا بتكلم على المستخدمين عشان برضو محدش يفهمني غلط احنا كلنا بمستخدمين المطورين دول ليهم كليات وبتمنى طبعا انهم يزيدوا في مصر والسبعتاشر كلية يبقوا مئة وسبعين كلية بس اتكلم على العامة فلازم تبقى مميز قررت اي قرار في حياتك لازم تبقى مميز طيب دايما البزنس ماكسبو خسارة فرجل الاعمال احمد ابو هشيما امتا قدرت تتغلب على الخسارة او على الالتا تقبلها قبلت ده ازاي الخسارة بالنسبة لك يعني اكيد حصل واكيد في لحظات الواحد فيها يعني ميبقى مش عارف هبتدي من الصفر طب هافقد الامل طب هكمل اللحظات دي بتفكر ساعتها بتوقف على رجلك تاني ازاي الخسارة والفشل جزء كبير من نجاح والخسارة لازم تتقبليها زي ما تتقبلي المكسب يعني انا يمكن بمثل جزء كبير من الشباب لان انا واحد منهم واسرة بسيطة ويعني مفيش اي فرق بل بالعكس انتو متفوقين علي بحاجات كتير جدا في الزمن ده وعشان كده بقول عاوزو بالله من كلمة انا ولكن لما حد يقول لي احمد ابواشيما الشباب اقول له هيبقى وزاق احسن مني الف مرة والله والله الامكانيات دلوقتي كبيرة جدا جدا وكبيرة لان احنا عندنا كنز 65 مليون تقريبا شاب فاحنا دول الشباب دول بس شوية تركيز وصبر وشوية اقتناع ان مفيش حاجة سهلة وما فيش يأس كل واحد فيكو هيعمل حاجة كل واحد فيكو وكمان مشكلة الحياة العملية يا جماعة زي ما انا قلتلكو انضباط وروتين لو هتمل مش هتنجح لو انت فاكر ان الموضوع رفاهية انا النهاردة في بعض الحظ في واحد مثلا يبقى عمل حاجة بسيطة كسبة ده ده اكسيبشن في واحد لعيب كورة موهوب ربنا اداله موهب استغلاها ده اكسيبشن لانه عنده خمسين في المية من نجاح بتاعه في موهب ربنا اداله احنا بقى لو انا بتكلم على نفسي معظم الناس ناس عاديين عندنا فرص كبيرة جدا ربنا مدهالنا في امكانياتنا في مخنا في عقلنا في تفكيرنا فما بقاش في الموضوع ما بقاش ان هو زي زمان صعب بطريقة انا بفتكر كل حاجة زمان ودلوقتي مع شوية اصرار وعزيمة تبقى احسن مني الف مرة وارجع للخسارة انتو كمان لازم في حياتكم جزء ما لاش نتكلم على الخسارة المادية بنتكلم على حضرتك حاولت مرة واثنين وثلاثة اوقت في تكر نفسك خسرت معركة الحياة كبيرة معركة الحياة لغاية ما بنتولد لغاية ما بنموت بتسيب ايه في حياتك دكتور احمد قال معي الوزيرة قالت احنا بنتولد ونعيش ونتجوز ونموت لا كل واحد فيكو لازم يبقى عنده رسالة ده بجد والله انا لما حد يسألني انت طب انت هدفك ايه في الحياة بعد كل ده بقول ان انا لما موت ابقى سيرتي كويسة وصيرتي طيبة مع الناس وابقى عملت حاجات للناس مفيدة بس كل واحد لازم يبقى ليه هدف مش هنيجي للحياة واتعدي بدون هدف فالخسارة لازم نتقبلها زي النجاح بل بالعكس نتعلم منها ونستفيد عشان ننجح اكتر يعني يقال ان قصرة المحاولات والخسارة دايما نهايتها نجاح طيب خلينا بقى نروح لمسابقة ستاند اوب باور او ستارت اوب باور دي من اعظم المسابقات اللي حصلت مؤخرا وعايزين نعرف اهدافها كانت ايه مصابقة ستارت اوب باور فكريتها جات ان كان دايما ميجيلي على منصات التواصل عندي بعض الشباب عايزين يعملوا مشاريع وصراحة مش بييجي طب واحد او اتنين لا جالي كمية كبيرة فاحنا فكرنا ازاي ان الشباب اللي عندهم طاقة عندهم افتقار عندهم مشروعات نشأة عندهم فكرة عندهم مشكلة ممكن يحلوها ان احنا نساعدهم انا زي ما انا بقولتك انا ليه انا حسس بكل شاب وشابة لان انا بواحد اتعرضت لكل الظروف اللي ممكن يتعرض لها اي شاب وشابة من اول يوم في حياتي العملية لغاية دلوقتي احساسي بالشباب وايماني بهم خلاني ان احنا نعمل المسابقة دي مع الدولة مع جهاز مشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناية الصغيرة الحقيقة الحمد لله ان المسابقة نجحها او نجحت مش عشان انا ولا عشان اتين معايا ولا عشان لا عشان الشباب فعلا المصري اكتشفت مع المسابقة دي ان هم شباب مبدع شباب مبتكر مش مجاملة انا مش بجاملكم في شباب مصري قدم مشاريع لو في بلد زي امريكا مثلا متقدمة جدا جدا تكنولوجية كان ان شاء الله احنا معاهم يعني فالقصة جات ان انتي ازاي تقفي جنب الشاب وتقفي جنب بلدك ما قصت الوقفة جنب بلدك وجنب الشاب ديها جماعة برضو مش اختيارية يعني انا مش بختار ده واجب علي واجب على كل واحد فينا ازاي يفيد نفسه ويفيد بلده ويفيد المجتمع اللي هو فيه انا بتاعلي احنا الحتة دي يعني محتاجين نقف عندها شوية لان انا سمعت حريك بتتكلم قبل كده في قصة المسئولية الاجتماعية وعجبني قوي التعبير ان البلد انا ادفع ضرائب ان الديني انا ادفع زكاية ولكن وطني انا عندي مسئولية اجتماعية فبتهيالي شباب كتير من اللي قاعدين النهاردة محتاجين يعرفوا ايه دورهم في المسئولية الاجتماعية لو اولا انا بتشرف ان انا من سنتين انضميت للتحالف الوطني العمل التمامي معي الوزيرة المدير التنفيذي متشرفين بها جدا جدا قبل التحالف الوطني انا كنت دايما بقول لنفسي ما فيش حاجة اسمها شركة تنجح وسط المجتمع زعلان تعبان انت تعمل ايه يعني انت انجحت تبو المجتمع تبو بلدك الكلام ده يمكن جال انا بالفطرة فاحنا بنقول لكم الخبرة الحقيقية والحقيقة فين الحقيقة ان ده الزام علينا كلنا في حاجة اسمها مسئولية اجتماعية الزام علينا حتى لو انت شاب عادي مش هتتبرع بفلوس عندك صحة ممكن تتطوع الزام علينا ان احنا نؤمن ان بلدنا مصر هي قدرنا قدرنا يعني اي حد فيك ويقدر يغير والده او والدته لا بلدك نفس الكلام خدها والدك ووالدتك ساعات بيقصوا عليك او عشان يعلموك ممكن مصر تقصوا عليك ظروفنا كده ولكن هي قدرك بس بتديك حاجة كتيرة جميلة بتديك ان انت انتمائك للوطن دي حاجة انا بشوفها اسمع انواع النجاح فنرجع للمسئولية الاجتماعية هي مش حاجة الواحد بيقعد يختارها ويقول انا هعمل انا بالنسبالي انا مليش داعب حد بس انا بلزم نفسي بهذه المسئولية كل يوم عن التاني يجي معي الوزيرة تقول لنا انبارح كان فيه ايد واحدة من غير ما بنفكر في مؤسسة بواشيما الخير من غير ما بنفكر المطلوب وزيادة لازم نعمله حتى لو ظروفنا وحشة اجي على نفسي بس ليه لان الحاجات دي هي اللي بتفضل زي ما انا بقول لكم كده الانسان بيعدي في رحلة حياة بيفضل الحاجات العملة اللي الناس ممكن تفتكرها بكلمة طيبة فمن ناحية النفسية بتطميني جدا ومن ناحية الاجتماعية واجب ومسئولية ومن ناحية الاجبر بلدنا كلنا مصر يعني احنا كلنا مصريين وكلنا عندنا بنتولد عندنا حب للوطن والمصريين بيزداد عندهم حب البلدهم اكتر شوية فما بشوفش ان المسئولية الاجتماعية حاجة ممكن ان احنا نتكلم فيها ان هي هل هي لا هي 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 واجب واجب بالنسبة لأحمد واشيمة مليش دعوة بحد تاني وده شيء عظيم طب نرجع تاني لستارت اوب باور يمكن احنا يعني شوفنا الموسم الاول والموسم التاني فيه مشاريع نجحت على ارض الواقع فاحنا عايزين نعرف بتعتمدوا ايه عشان نستثمر في المشروع ده بناء على ايه لجنة التحكيم انا ما بتدخلش فيها ابدا لجنة التحكيم لجنة خاصة هي اللي بتختار بيدخل لنا يمكن في موسم دخل لنا عشر تلاف مشروع ودي حاجة عظيمة برضو يعني نفسي والله كلهم يفوزوا بس انا ما بدخلش في المعايير في لجنة التحكيم ولكن احنا مقسمين الادوار احنا عندنا تيم بيشتغل مع جهاز المشروعات اي مشروع فيه فكرة مبتكرة والافتقار هنا جماعة مش موضوع مش عبقى مش لازم مش لازم تبقى حاجة عبقرية قوي يعني يعني انا دايما بقول للشباب لو انت عايزت بالذات بتوع اللي هم عايزين يعملوا يبقوا رواد اعمال ودي انا اتمنى ان معظمكم يبقوا رواد اعمال ولو بتخيروني كلكو يبقوا رواد اعمال رائد الاعمال بيبقى عنده فكرة لو قدر يفكر في مشكلة موجودة هي دي الفكرة فدايما بيبقى اختيارنا على حد حل مشكلة موجودة احنا بنقدم قدمنا تقريبا يعني يعني نشكس فاقول حوالي من 40 ل 50 مليون جنيه جوائز في السنتين اللي فاتوا والسنة الموسم الجديد معنا جازم وشعوب بيقوم بتدريب كبير جدا للشباب تدريب اعظم مية مرة من الفلوس وبيفوز ناس بس الناس اللي دخلت معنا في النهائيات في التصفيات النهائية بيتم تدريب على اعلى مستوى تدريبها يعني ايه تدريبها ازاي تعمل شركة ازاي تقدر تعمل تعمل الشركة ازاي تعمل نموذج مالي تدريب ان ازاي الراجل داي بقى الليدرشيب يقدر يعمل شركة حتى لو صغير فده اللي احنا بنقدمه دلوقتي السنة دي ان شاء الله هتبقى يمكن اكبر دخل معنا منظمة دولية ان شاء الله بيخلصوا واحنا نبقى تحت مظلة التحالف الوطني اللي بقدم طبعا كل الدعم لأي تنمية اقتصادية تنمية تنمية لرواد الاعمال اي حاجة فيها يعني برضو التحالف الوطني عشاء لكم مش مش على الاسر الاكثر احتياجا او على المساعدات لا احنا عندنا تنمية مستدامة في الموضوع التحالف كمؤسسات كلنا على اساس ان احنا بنقدم زي النهاردة احنا موجودين تحت مظلة التحالف النهاردة ده تحت مظلة التحالف مكتبة اسكندرية تحت مظلة التحالف فاللي بقصده ان احنا في المسابقة لو اي حد كمان شاب فيكو عنده فكرة لان احنا بيجينا ناس عندها 17 و 18 سنة برضو او ياريت يقدم فيها وان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه ويكسر طب ستارتوب باور يعني من المسابقات اللي احنا قول انها قدمت مشاريع نكحة ليه احمد ابو هشيما رافض الشراكة لا هو انا خدت عهد على نفسي ان احنا نساعد الشباب ما ندخلش عشان مش هدخل في خمسين مشروع او ستين مشروع كل سنة احنا عايزين نساعدهم ياخدوا الشهادة ياخدوا الشهادة مننا ومنجز المشروعات ودي بتبقى ممكن ياخد بيها تمويل بنجيب له تمويل من برا تاني فانا يعني هو ما فيش سبب معين غير ان انا قررت ان انا مدخلش في اي حاجة الناس متقدمة في المسابقة علشان يبقى يعني سيستم مش اكتر يعني مش عشان انا مشروع عجبني اطمع فيه ادخل معا لا خلاص حتى فيه مشاريع على فكرة كانت عجباني جدا وكنت يعني كاد هموت وادخل فيها وقلت لا انا اخد عهد على نفسي مش هدخل فيها طيب شايف ايه اكتر المشاريع اللي تتعامل دلوقتي وتكون بالنسبة للشباب والسن الصغير اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة وتكون الاكتر نجاحا يعني هي المشاريع زي ما بقول لحضرتك التكنولوجي يعني احنا النهاردة لو بنقول في مشكلة في الزراعة مثلا لو ادع حد قدر يعمل مثلا بلاتفورم بيعالج موضوع دلوقتي فيه يعني انا بضرب مثلا لانه اتعرض علينا يعالج موضوع ان انا ازاي تنبأ بالمناخ وازاي ان انا اتجنب الآفات اللي بتيجي للزراعة وا 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 حل مشكلة اصبح الموضوع ناجح مية في المية فانتي لو انتوا في سنكم ده بتتعاملوا في الجامعة اكتر في الشارع اكتر لو اي حد فيك وفكر شاف مشكلة في حاجة في اي حاجة وفكر في حلها صدقوني هيتنجح مية في المية اي حاجة في حياتكم بتقابلوها احنا نهاردة كل يوم بيطلع تطبيق تلاقي تطبيق دلوقتي مثلا موضوع مثلا الدفع الالكتروني كل يوم في جديد ليه لان كل يوم اللي بيطلع تطبيق الجديد ده بيلاقي مشكلة فبيحلها فبينجح فاي حد مهتم بالموضوع ده في حياتكم اليومية كده كل واحد يركز كده ايه انا عندي مشكلة في حاجة معينة في طريقة مواصلات في طريقة طلب طلبات في طريقة تصنيع لو في حد في الهندسة اي مشكلة بتقدي الى ان انت لو فكرت فيها وحلتها انت نجحت فدلا اقدر ان صحبي الشباب دلوقتي يعني انما كمشاريع انا تمنى ان هما يبقى عندهم يبقى كلهم رواد اعمال حتى لو حاجات تقليدية ما فيش مشكلة انا ما كنتش انا لما صنعت الحديد ما كنتش انا اول واحد بصنع حديد يعني ولا الاسمنت ولا دلوقتي يشغالين في الصناعة الغذائية يعني مش مهم ولكن يعني يمكن شباب كتير من اللي قاعدين النهاردة يبقى في دماغهم مشاريع متنهية الصغر يعني ممكن يكون في دماغهم مشروع فاستفود حاجة ترك من الحاجات اللي بتعمل الحاجات اللطيفة والبسيطة في نفس الوقت رأيك ايف ما قولت هتبتدي صغير هتفضل صغير الكلام اللي بيحطم الشباب ده بيبقى عنده مشروع عنده رؤيا ناس كتيرة ابتدت من حاجات صغيرة وبسيطة زي اللي احنا بنتكلم عليها دي وبقت برينز عالمية وكبيرة فإزاي ما يحبطوش إزاي يبتدوا ياخدوا الخطوة حتى لو كانت صغيرة والله يا عظيم يا جماعة ابتدت من تحت السفر يعني مفيش جنيه يعني والد الله رحمه وقدنيش جنيه فما مكنش في حاجة خالص تعليم عادي جدا تعليم حكومي مفيش مدارس خاصة مفيش لغة مفيش اي حاجة مفيش حاجة اسمع اللي بتزغير هيكبر مش حاجة اللي بتزغير المقولة دي مقولة غلط ومقولة فعلا زي ما حضرك بتقولي كده مدمرة ما حدش ياخد بيها ابدا لان بالعكس يا قمة السعادة وانت بتكبر كل ما بتعمل حاجة كل يوم عن يوم بتتعب وبتلاقي النجاح قدامك وبتلاقي الرزق قدامك لا طبعا يعني انا مش مع مع الكلام ده ومتقال الشباب بقى واعي دلوقتي ما بقاش عنده التأثيرات اللي ممكن احنا خايفين منها ساعات احنا بنبقى اوفر شوية انا كمان يعني بخاف على الشباب اكتر بس هم عندهم واعي عندهم واعي كبير جدا والله الجيل جيل الاي اي اي انا هسميه على ما اعتقد محدش هيعرف يضحك عليه طب بما اننا بنكلم فئة من الشباب وفئة صغيرة فالشق النفسي والجانب النفسي مهم جدا فيمكن الدفعات النفسية هي اللي بتخلينا نتطور ونبقى احسن ونعمل شغل احسن فالشق النفسي ده بالنسبة لك بتاخد طقتك الايجابية منين يعني انا بعمل كده في حياتي يعني انا بعمل حاجة في حياتي مهمة خدتها عهد على نفسي من وراء الدكو ان انا ما بصش لحد هتعب اي حد هيقعد يبص لحد ممكن ااخد ناس قدوة اشوف واحد كويس في الصناعة جدا وقابلت ناس كتيرة جدا بدون ذكر اسماء ومنهم ناس مصريين اتعلم منهم انما اشوف هو في مكانة ايه وانا انا مالي يعني كل واحد فينا ركز وقتك في نفسك والوقت زي ما اتكلمت على الصحة وتكلمنا على الاي اي اي الوقت فعلا اهم حاجة في ترتيب يومك وقتك وقتك ده انت انت فاكر انا لسه صغير والله والله يا جماعة انا افتقرت الموقف دلوقتي وانا بستويلا عما اكنه مثلا من اسبوعين الوقت بيجري بسرعة جدا وقتك يومك حسب نفسك باليوم لو ما قدرتش بالاسبوع لو ما قدرتش بالشهر بس اكتر من شهر لا فلازم تتعود على حاجتين مهمين جدا ما تبصش لحد ركز في نفسك انت ربنا مديك ناعم كبيرة جدا واهم حاجة مديك صحة كويسة تحافظ عليها وتبدأ تنطلق والحاجة التانية وقتك وقتك ده دهب وقتك ده يعني انا والله سعب بعد لوم نفسي على وقت انا ضيعته يا رتني خط كرس طب ما كان انا عن نفسي بالوم نفسي على حاجة ما كانش عندي وقت فيها بس برضو بالوم نفسي على الوقت فالوقت حاجة لان الحياة بقت الوتيرة بتاعتها سريعة جدا تجري بسرعة جدا فلازم تاخدوا بالكوا جدا موضوع الوقت طب يمكن احنا الفترات اللي فاتت اتعرضنا لازمات اقتصادية كبيرة ايه الدروس المستفادة بقى من الازمات دي ازمات الاقتصادية في مصر صحيح يعني مصر بلد كبيرة جدا واحنا 110 مليون يعني عدتا 100 مليون بلد مشاكلها كبيرة جدا 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 في كل الملفات والله يا جماعة ما في ملف واحد ممكن تفتحوه في مصر هتلاقوه سهل وسالك مفيش اول حاجة افتحو اي ملف اديك دلوقتي النهاردة احنا بعدين في اختار كليتك وقفنا على كده طب لما نخلص جامعة هنختار شغلك يعني لازم يبقى احنا بنصرع الزمن في كل الملفات الامانة اللي الواحد لازم يقولها وبدون اي مجاملة في بلد بيتورد فيها 2.5 مليون كل سنة يعني دولة جديدة في اخر عشر سنين اللي حصل فيها مع حجم الانجاب الكبير ده هو اعجاز بكل المقايز لو احنا لو احنا مش كل سنة بنزيد 2.5 مليون كنتم ممكن اقول لكم اه الدولة اصرت مش معنى كده ان الدولة بيرفكت انا بتكلم على اللي حصل في العشر سنين اللي حصل فيه ان احنا انا قدرنا نعمل كم الكليات الكبيرة دي اللي حصل ان احنا انا بكلم مثلا على التعليم كم المدارس اللي اتعمل كل شوية بنقول عايزين نغير المناهج عايزين بنلاقي فيه استجابة كل شوية بنقول عايزين سوق العمل يتناسب مع القليات بنلاقي فيه استجابة فالمشاكل كبيرة قوي فمشاكل مصر الاقتصادية هي مش في سنة ولا اتنين ولا تلاتة والحاجة الاهم الجيل اللي طالع ده ممكن يفيد البلد بطريقة كبيرة جدا جدا لان احنا لو طلعنا من سبعمائة الف كل سنة ناس تخصصت في البرمجة وعلوم والتكنولوجي والأي آي لو جزء بس من سبعمائة الف لو قلنا تلاتين في المية عشرين في المية دول هيبقوا كنز ولو الباقي تعلم زي ما بقول كمستخدم برضو هيبقوا كنز لان احنا عندنا الكنز الحقيقي الشباب بلاد كتير جدا لكن اوروبا ما فهاش شباب يا جماعة اوروبا ما فهاش شباب هي بقى اسمن على مسمى قرى العجوز بجد فاحنا عندنا كنز لازم نستفيد منه يعني قصدي المشاكل الاقتصادية الدولة تشتغل القطع الخاص يشتغل الشباب يشتغل بنجتمع كلنا عشان نحل مشاكل عشان مستقبل افضل بس عشان اقولك ان المشاكل الاقتصادية هي حاجة سهلة لا طبعا ان هي حاجة مش هتاخد وقت ابقى بقول كلام صحيح طب على سيرة اوروبا ما فيهاش شباب والكلام ده كله فيه شباب كتير هدفهم الهجرة يعني يقولك انا ههاجر ببرا مصر واشوق طريقي واشوف مستقبلي بالكلام ده كله دول تحب تقولهم ايه لا النجاح في بلدك ليه طعم تاني خالص وخاصة ان بلدك دلوقتي في الوقت ده انا مليش دعوة قبل كده عايزة تساعدك لا انت هنا هتحس بامتك وهتقدر تضيف لبلدك لان انا بقولك ان هما دول الكنزة الحقيقي لو انا قلت لهم يعني ممكن بيبقى فيه تصدير بطريقة محترمة زي اللي بنتكلم عليها بنقول المصري ممكن زي ما معالي الوزيرة بتقول بيشرفنا برا هو دي الحالة الوحيدة اللي انا اقول للناس انت برا تعمل ادت فاليو هتقدر تبني مستقبل لنفسك والبلدك احسن ويعني ايه البلدك عشان نبقى صرحة انت لما بتشتغل برا اكيد اصرتك هنا فانت بتجيب نقضة اجنابي هنا فده طبعا سيستم ممكن يبقى منظم ويفيد البلد ويفيد الشاب ولكن في المطلق انا طالع مش عارف اعمل ايه انا ولا مدرب ولا عندي علم وطلع مسافر بلد كده خلصت كلية وانا مش مؤهل واطلع لا تعلم في بلدك اضغط على نفسك علشان تقدر تفيد نفسك وتفيد المجتمع امثال موجودة على ارض الواقع يعني رجال اعمال ورواد اعمال من انجح رجال الاعمال في الشرق الاوسط يعني احنا سمعنا او حاولنا نجاوب على الاسئلة اللي ممكن تكونوا حابين تسمعوا اجابتها ولكن احنا حابين نفتح باب الاسئلة النهاردة من الشباب ونسمع اسئلتكم واستاذ احمد ابو هشيمة هيجاوب عليها بنفس انا هيوزي تمام انا كان عندي بس تعليم صباحة احنا لي مش مهتمين بالتعليم الفني انا صناعة تمام الصوب بس لصباح سمعني كده كويس تمام انا صناعة ملابس جاسة فالانا لانا شفتم المجان ان مش مهتمين بالمجال التعليم الفني خالص يعني هو المجال حلو والتعليم كويس برضو بس فيه كام تكة كده محتاجين ان احنا نهتموا بيها شوية تعليم الفني تعليم الفني ده انا قلت انا انا بشوفه على قدر المساواة بل في الصناعة بالنسبة لي احسن من اي تعليم عادي هو كويس اه الدولة يعني بتعمل ايه بس الدولة يعني التعليم المزدود يعني اللي انا شفته ان فيه شوية اهمال شوية من ناحية الصناعة يعني لما نزلنا الشركات وكلام من ده كان فيه اهمال من ناحيتنا شوية طب انا اقول لحضراتك حاجة من غير ما يعني بعد ما حضراتك تخلص كده دلوقتي اعمل سيرش على المعاهد الفنية وعالتعليم الفني في مصر في اخر سنتين ثلاثة انا عارف انا بقول لك ايه هتلاقي كذا لو حضراتك عايز تخش الصناعة بالزاد لا بقى فيه تعليم فني كويس ومحترم بس حضراتك اتعب شوية واعمل سيرش انت عايز تبقي يعني عايز هندسة مكانيكا مثلا كتعليم فني عايز ستخصص في صدقني دلوقتي هتلاقي بس اتعب شوية من تاني عند سؤال نوصل لمايك من فضلكم السلام عليكم محركة احمد حسن جامعة العمال الداخلية نادريات الأعمال طبعا بعد دعم حضرتك الكامل رواد الأعمال والأفكار الجديدة والشباب وما إلى ذلك هل فيه مكانية ممكن انكوا كريت مع بعض بحاجة ما بين نادي وحضرتك أو نكونتك مع حضر من الشركة مع حضرتك هل فيه فيه مكانية ان احنا نكوابريت كنادي راديت أعمال مع مع حضرتك في طبعا 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 أول كونتكت عندكم سالي أستاذ سالي حسنا طبعا شكرا معنا طبعا 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 كيف أستطيع أن أميز بين الحديث الذي أجل أن أصبح مفهومة بي والحديث الذي أجل هذا هو سؤال الثاني أيضا أغلبنا للأسف نعتمد على الشغف يعني ما بنقدرش نشتغل مرة واحدة اللي هو إيه آه ده أنا حاجة معينة عايزة أشتغل عليها على طول دايما لا إحنا بنمشي بالشغف اللي هو إيه أنا دلوقتي متحمس لبداية وببدأ حلوة قوي وبعدين بعد كده بقى أحبط جامل وما بقدرش أكمل المفروض إزاي إن أنا ما اعتمدش على الشغف أو لو اعتمد عليه خليه طويل الأمل طب أنا هابدأ بتاني سؤال أنا قلت لحضرتك إن النجاح هو روتين ممل روتين لازم يبقى فيه انضباط فلو حضرتك عندك شغف لمدة أسبوع وعشرة أيام وأسبوعين وشهر وفقدت الشغف ده يبقى حضرتك مش عايزة تنجحي لأن النجاح قلتلك هو روتين ممل جدا وقاصي فلازم يبقى عندك إصرار أن أنت تكملي الإنفلونسر أنا يعني صراحة يعني تعرف الإيه آي دلوقتي هيبقى موضوع الإنفلونسر ده ممكن يروح كل حاجة تبقى بالإيه آي فيعني أنا قلت في موضوع السوشيال ميديا ده بلاش التشتت اللي هو بيوصل الشاب والشابة وأي إنسان إن هو يبص يضيع وقته في حاجات يا يشوف حد بيعمل حاجة طول النهار مركز معها فيها ليه بيبقى متشتت عشان عايز يبقى ده وده 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 فحضرتك لازم تخلي بالك برضو من مساوي السوشيال ميديا على قد ما لها فوائد على قد ما هي ليها مساوي مع حضرتك جانا مذكور حضرتك بتكلم أن أنت بتدي فرص عمل للشباب عمتا مع أن إحنا كبنات في فرص عمل للمجالات معينة ما بتبقاش متحالينة خالص حديد ما فيش فرص إيه ما فيش فرص عمل عمتا عندنا وفي كذا حدثت يعني وش عند حضرتك بس ده إحنا ده إحنا ده إحنا ده إحنا ده إحنا ده إحنا في عصر الـ أي والستات ده وزيرات أيوة نواب قانون مرأة كل حاجة مرأة أنت يحرك بتقولي إيه أيوة بس عمتا مثلا لما بيجي أقول لحد على المجال اللي أنا عايزة بيوضي يقول لأ ده ده مش مجال بنات ومالوش علاقة لا هو إيه المجال بس اللي مش مجال بنات ده أنا نفسي ألاقي حاجة ما فيش البنات مش شكلة فيها ميكانيكا سيارات ما يعني أنت برضو جاي على خلاص هتنتهي 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 صدقيني صناعة السيارات رايحة في سكة تانية خلاص يعني مش هنحتاج الروبيتس هي اللي هتعمل كل حاجة للأسف بقول لكم كده بس دي الحقيقة المصانع عدلوقتي بقت بالروبيتس كلها يعني عشان برضو بزد في موضوع السيارات على مصانع إيلي وماسك كده بتاع تسلا هتلاقي المصنع في حوالي متين روبيتس هم اللي بيشتغلوا فأنتي رايحة برضو في مياه ننتهي ببلاش بس لقل الستات يعني أشهد لهذا العصر المرأة الحمد لله يعني ودي حاجة طبعا ودي حاجة طبعا يعني بنفتخر بيها ونتمنى دايما أن هي تاخد جزء كبير من حقها في أن هي تبقى ليها تأثير كبير لأن المرأة في المجتمع المصري هي الأساس هي الأم وهي المربية وهي المعلمة ولكن دلوقتي بقت المرأة هي النائبة والوزيرة ومديرة البنك وبقت كل حاجة يعني صحيح صحيح وده إنزار ليكي بقى خلي بالك نحول المصار هو ده اللي كنا منتكلم عليه في الزكاية للصناع اللي هيغير مصار اختيار الكليات طيب معانا أسئلة تانية؟ أيضا تفضل مع حضرتك زياد مشالش براحب بحضرتك كان عندي استفسارين الأول بخصوص اللي حضرتك تقدمها والتاني بالنسبة لفرص العمل المتاحة أكتر للكليات القمة سواء كلية طب بشري أو كلية صيدلة كلية هندسة دول بمجرد ما بيتخرجوا بيلاقوا فرص عمل أكتر من كلية تجارة أو كلية حقوق نظرا لكلة عدد الخارجين منهم ما سمعتش الباية بس انت طب انت عارف ان هي ما فيه شغلة تدخل كلية تجارة وحقوق ليه لو انت عارف ليه سواء المجموعة بتحبهم؟ لا لو بتحبهم انت ممكن تبقى مميز جدا المجموع المجموع طيب ما هو أنا يعني يعني الشاب المحترم اللي تكلم على التعليم الفني ده فرصته في الشغل أكتر من كلية التجارة العادي عشان بس أبقى صريح معك يعني انت عشان لو انت لو انت مش هتطور نفسك انت اسمك يم عليش؟ لو انت زياد مش هتطور نفسك حتى لو مجموعك قليلة أنا خريك كلية تجارة جامعة قانس سويسا يا زياد يعني كمان مش عين شمس وقاهرة يعني فالتطوير النفس والتعليم المستمر هو اللي بيعمل الإنسان مش الشهادة اللي بياخدها خاصة ان انا بقول لك في خلال خمس سنين عشر سنين جايين التعليم هيختلف تماما يعني مش هيبقى كده زي بقى الشهادة والله فانت لازم يبقى عندك الاسترار من جوا كده ان انت دخلت كلية تجارة هتعمل ايه؟ هتاخد ايه عشان تطور من نفسك؟ هتطور نفسك كل يوم ازاي؟ فدي حاجة ترجعلك تصدقني لو انت خريك كلية تجارة وطورت نفسك ممكن تبقى بزنس مان رائد اعمال تبقى واحد عندك يعني اهم حاجة بس تبقى برضو حطت هدف انت عايز تكون ايه؟ عايز تدخل كلية تجارة وسلام عليكم؟ يعني انا مثلا بقول لك قلت قلت لابويا الله يرحمه انا مش مش عايز ادخل كلية شرطة عشان عايز كان نفسي يبقى عندي شغل حر كده كنتش عارف ايه هو؟ بس كان عندي هدف محدد ان انا مش عايز ادخل في المجال معين عشان عندي مجال عايز ارسمه فلازم يبقى عندك الهدف ده هيا سيئة تانية معاك مارتن ماهر حضرتك في فيلم ان هناو ان هناك ان ناحية الشميل هنا؟ اوكي اوكي ما شاء الله القاعة مليانة سيئة اه يا كتور احمد على هذه القاعة العظيمة الله سيئة بجد صحيح في مجالات كتير يعني الواحد يبقى حبيبها حبيب يشتغل فيها وملهاش مجال في مصر يعني مثلا في أكسام كتير في هندسة مثلا الميكاترونيكس مثلا لي بتاعت روبوتات صرف أنا طبيعي قبل ما أخش أي كلية أو أضع أو أعمل أي قرار أشوف سوء العمل في مصر لو أنا ما عنديش أوبشان الصفر فأنا جيت دورت مثلا لقيت ما فيش مجالات عمل مثلا في ميكاترونيكس رغم دي بقرب روبوتات بقى وش المستقبل وكلام ده أنا مثلا ما ما عنديش أوبشان الصفر أنا لو دخلت المجال الكسم ده مثلا واتخرجت منه هكون عاطل رغم مثلا أن الكسم ده كويس جدا والمستقبل روبوتس يعني أنت بتقول لي أن في حاجة أنت هتدرسها ملاش مستقبل في مصر أه ملاش لا مش مستقبل ملاش مجال عمل ملاش إيه مجال عمل شغل لا الكلام ده مصطح معلش يعني حضراك أي تخصص حضرتك هتدرسه بيتعلق بالتكنولوجي النهاردة مثلا معي الوزير قالت فيه جامعة الجلالة حد يعرف حاجة عن جامعة المعرفة اللي في العاصمة الإدارية طيب بص التخصصات بالذات بتاعة التكنولوجي والزكاء الاصطناعي والهندسة وهي أصلا بتبقى كلية علوم أو هندسة وبتكمل بقى بتاخد التخصصات دي بعد إذن حراك دي أهم حاجة ليه ده أنا بقول لك ده أنتو الجيل 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 اللي هتخله المجتمع بالذات في الإقتصاد هيروح في سكة تانية فأنت أكيد 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 يبقى ليك فرص عمل بل بالعكس هتبقى فرصة عملك في مصنع من مصانع مثلا لو بتتكلم على صناعة أنا عندي حاجة اسمها ديتا دي بارتمنت دلوقتي قسم كامل للديتا دول أنا بناقيهم بناقيهم واحد يعني بنوعد نعمل سيرش أكنينا بندور على سمكة بحر فطبعا هيبقى ليك فرصة وفرصة كبيرة وأكيد بإنقام علي جدا أنا ما متفقش معك في الموضوع ده مايناس إلى تانية أنا هو نوران محمد هنا في حاجة أني أكتب لما ماجي بدور على أفكاري مثلا بحيث أنك قدراتي في كده حاجة محترى فيها ممكن تعملي كده خالص شفتي حسنا حسنا فلو إزدائي حادثي أنا في كده كلية تمام قررت عنا مجرتها عقباني وحسنا أنا ممكن أن ننفع فيها ممكن أن ننجح تمام لكن هذه كلات مختلفة فلو إزدائي قرر أنه شيء فعلا لا يوجد شيء وأنا أحبهم كلهم وحسنا أنا أعرف أن أعمل فيهم يعني أنت تقصد أنك في أكثر من كل يوجد كثيرا نعم أنا أحسنا أنا كدراتي تمام أعرف أن أمشي فيهم وكلهم أحبهم لكن الفكرة أنهم مجرات مختلفة قليلا هناك أيضا حساباته هناك أيضا دماغ مثلا هي مترددة مش عارفة تختار أي كلية ولكن هي حبة كذا وحسنا أنها تقدر تقدي كويس في كل الـ برضو أنت لازم تكراري وانتي لازم تبصي نفسك وتبصي هتبقي مش بس مميزة في ممكن تبقي مميزة في حاجة أو حاجة بس الحاجة دي هتفيدك مثلا ماديا أكتر هيبقى فيه فرصة عمل أكتر فلازم أنت للقراري وبرضو دلوقتي بقى الموضوع القرار مش صعب لأن أنت شايفة كل حاجة شايفة سوء العمل في الوظيفة دي شايفة سوء العمل في الوظيفة ايه شايفة سوء العمل في الوظيفة ايه وأنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك النهاردة سيادة النائب ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وطبعا بشكر دكتور ماروة ودكتور أحمد زايد والسفيرة نبيلة مكرم شكرا جزيلا على المؤتمر الهامدة بشكركم شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم يا جماعة نشكرك أستاذة سلمة جدا ونشكر معالي النائب وتي هدية تسكرية صغيرة من الأستاذ الدكتور أحمد زايد للنائب أحمد أبو هشيم